مرحبا بكم مشاهدين الكرامة اليوم سنتحدث عن تسوس الأسنان وأنواع تسوسات الأسنان ليس جميع تسوسات الأسنان تؤدي إلى الألم لذلك فأكثر الناس تكون عندهم تسوسات بس هما ما عندهم علم أنه سنهم متسوس لحد ما يصير عندهم ألم ويروحون إلى دكتور الأسنان طبعا دكتور الأسنان يعني دائما ننصح بمراجعة الدكتور بشكل منتظم على الأقل كل ستة أشهر لأنه بعض تسوسات الأسنان ما تكون عميقة ولا تؤدي إلى الألم فلما يكون عندك ألم في سنك فمعناته يعني التسوس هذا رايح عميق جدا طبعا إذا كان التسوس ليس عميق جدا ممكن أنه ننقذ السن بحشوة بسيطة بحشوة ضوئية بدون أنه نسحب عصب السن وبذلك إحنا نكون طبعا أنقذنا حيوية السن طبعا لأنه إذا نسحب عصب السن فراح تروح كل الإحساسات على المي بارد الحار هذه كل الإحساسات تروح بعد سحب عصب السن ولكن إذا تأخرنا في مراجعة الطبيب فهذا التسوس راح يوصل إلى قنوات الجذر مما يؤدي ويجبر الدكتور إلى سحب عصب هذا السن وبذلك ستنتهي حيوية هذا السن طبعا بعد سحب العصب ستنتهي جميع آلام الأسنان ولكن حيوية السن كلها راح تروح فراح السن يضعف وأكثر دكاترة الأسنان تنصحون بتلبيس السن حتى بعد سحب العصب فلما تكون هذه الحشوة كبيرة تكون أكثر قابلية إلى أن تنكسر الحشوة إذا أكلنا عليها أشياء قوية فلذلك ننصح بتلبيس هذا السن لكي نستطيع أن نستخدمه لسنوات طويلة بعدما الدكتور يحش الأسنان اللي بعدها مواصلة إلى العصب طبعا هاي الحشوات راح تحتاج إلى عناية أكثر يعني مو أنه والله سويت حشوة وراح يروح الوجع وراح تروح كل التسوسات لا إحنا لازم ورا من حشي أسناننا لازم نحافظ عليها أكثر من الأسنان العادية شكرا لكم على حسن متابعتكم ونراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله